إذا كانت تحت سيطرة داعش أمخالية من الوجود العسكري فتلك بالنهاية مناطق متاحة لداعش لإعادة انتشاره وتنظيمه فيها هكذا يصفوا خبراء عراقيون متخصصون بالشأن الأمني الذين أطلقوا على المناطق التي يطل منها داعش بين حين وآخر مسمى المناطق الدافئة هذه المخاوف من داعش واستعادته لجزء مما فقده لا تبدو خيالية إذا ما كان قادة العراقيون قد تحدثوا فعليا عنها آخرها على لسان مستشار الأمن القومي الذي نوها إلى تجهز داعش للعودة بإسم وهيكلية جدد أثناء مؤتمر ميونخ للأمن جغرافيا تبدو المنطقة المحصورة ما بين الطيبيجة والامسحق ومكحول وصولا إلى غرب بيجي والشرقاط هي أكثر المناطق التي يرتاح داعش فيها على صعيد العمليات وإمكانية تنفيذها بنجاح يتيح ذلك ما يشبه الإهمال العراقي الأمني الذي راقدته أنه بحسب المعلومات الاستخبارية فأن هؤلاء لا يتعدون حاجز الخمسين شخصا وذلك لا يستدعي شن عملية عسكرية كبيرة وتتحدث تقارير إعلامية عن أن أعداد مقاتل التنظيم تقدر ما بين ألف إلى ألف وخمسمائة مقاتل ينشطون في منطقة لا تتجاوز مساحتها خمسين كيلومتر على الحدود العراقية السورية حسب ما نقل الشبكة CNN الأميركية وحسب تقرير لبي بي سي بينما تحدثت الاستخبارات الأميركية عن خمسة عشر ألف مقاتل من ناحية التجنيد فقد تحدثت تقارير عن عمليات تجنيد محلية في سوريا والعراق بمعدل أكثر من مئة شخص في الشهر وهذا يعني أن أيدولوجية التنظيم لا زالت تملك نوعا من الجاذبية في المنطقة سرمت فاضل رشيد